والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم وهذا الحديث أخبر صلى الله عليه وسلم فيه أنها ستكون فتنة يحصل فيها قتل ويكون اللسان أشد من السيف انتبهوا هذا محل الشاعر كون اللسان فيها التحريض والمحاضرات والخطب وحث الناس على أن يدخلوها ويقتل بعضهم بعضا أشد من السيف السيف يمكن تقتل واحد اثنين لكن لسانك هذا يحرض الأمة بعضها على بعد فعلى المسلم أنه يكف لسانه إما أن يقول خيرا وإما أن يصف قال صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقول خيرا أو ليصمت أنت لا تزيد الشر شرا اسكت إذا لم تأتي بخير كف شرك عن الناس نعم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ál